السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في موقع التبان النهاردة جايبين لكم سماعة جديدة سماعة earbuds joy room t03s الاصدار التالت طبعا ما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد وتعمل لايك للفيديو ولو عاوز تطلب السماعة هسيب لك لينك الشراء الشراء السماعة تحت الفيديو من موقعنا وهسيب لك لينك الموقع كمان تحت الفيديو عشان لو حبيت تشتري السماعة او تشتري اي منتج تاني طبعا دي السماعة الاصلية تمام وبييجي عليها بييجي عليها السيريال نمبر بتاع الشركة وبييجي عليها العلامة المائية وهنفتح دلوقتي السماعة مع بعض ونستعرض لجوه العلبة بسم الله الرحمن الرحيم نفتح العلبة مع بعض تمام دي طبعا محتويات العلبة دي وصلة الشاحن ودي السماعة تمام طبعا ده الكيس بتاع السماعة بيمكتوب عليه جيروم كده بالشكل ده وده الجراب بتاع السماعة ودي العلاقة بتاعتها تمام عشان لو عايز تعلق السماعة في البنطلون او في اي حاجة طبعا الجراب ده سيليكون بيكون سيليكون ماشي طبعا بيقول لك هنا ان السماعة ربعمية ميلي امبير بيقول لك ان البلوتوز فايف بوينت زيرو وبيقول لك ان السماعة فيها حساسات تمام وكل الكلام ده ماشي هنفتح السماعة مع بعض الورقة بتاعت السماعة تمام طبعا ده شكل السماعة تمام بتيجي بالشكل ده كده مكتوب عليها جيروم زي ما انتم شايفين كده تمام كان الاول بيجي عليها زرار من تحت كده بالشكل ده بس دلوقتي غيروها وبقت زرار من وراء وبقى مكتوب عليها جيروم كده بخط زغير لان طبعا دي النسخة الاصلية نفتح السماعة طبعا بتنور زي ما انتم شايفين كده تمام? نطلع السماعة كده بالشكل ده. سماعتين. تمام? نحط الكيس ده هنا. طبعا السماعتين زي ما انتم شايفين كده نفس الشكل بالزبط. ونفس الشكل الاصلية كمان. تمام? طبعا بيبقى مكتوب عليها عشان طبعا دي السماعة الاصلية زي سماعة قبل بالزبط. فزي ما انتم شايفين كده مكتوب عليها تمام? ودي طبعا دي الحساسات بتاعت السماعة وده شكل الحساسات بتاعتها. تمام? اه طبعا انت عايز تستخدمها كتطش بقى وكده تقدر تضغط اه ضغطة واحدة توقف الاغنية. ضغطتين تشغل تقلب على الاغنية اللي بعدها تلت تلت ضغطات. تقلب على مساعد جوجل. تمام? اه طبعا هي الحساسات بتشتغل اه بالضغط زي ما احنا قلنا. تمام? سماعة ممتازة جدا جدا وصوتها كويس قوي قوي قوي. وبجد بجد هتجربوها بنفسكم وهتشوفوا اه علاوة السماعة وجمالها تمام? يكفي ان هي جوي روم طبعا. اه طبعا السماعتين بيشتغلوا مع بعض ولو انت عايز تشغل سماعة واحدة وتسيب التانية جوه الكيس مش هيبقى فيه اي مشكلة خالص. اه لو عايز تشغل السماعتين مع بعض برضو مفيش اي مشكلة تمام? حط السماعتين جوه العلبة تاني. طبعا السماعتين بيشحنوا تلقائي زي ما انت شايف اول ما بتحطهم جوه العلبة. دلوقتي نشغل السماعة. نتجرب بصوتها. طبعا انت بمجرد ما بتفتح الكيس كده بالمنظر ده. السماعة بتلقط تلقائي على التليفون. لو كان تليفونك ايفون. لو كان تليفونك اندرويد طبعا بتشغل البولوتوس. اهي طبعا لقطت فوق اهي زي ما انتم شايفين. بتلقط اهي. تمام? اه بتلقط تلقائي اول ما بتفتح علبة السماعة. تمام? اه اول ما لو انت معاك تليفون اندرويد لازم تفتح طبعا البولوتوس من على التليفون وتفتح الكيس بتاع السماعة. طبعا هي ما بتقعش كده لو فتحنا العلبة وعدنا نعمل فيها كده من هنا البكرة. ما مفيش مش تقعة. سبتة طبعا في مكانها فيها مغناطيس قوي جدا جدا. تمام? اه بتنور طبعا زي ما تشايفين كده. تمام? طبعا الاصدار اللي معنا اعلى من كده شوية بس دي عشان عينة كده من من سماعة كانت معنا قبل كده. تمام? الاصدار اللي معنا اعلى من كده اللي احنا عرضينه على الموقع اعلى من كده شوية. الاصدار الرابع اللي معنا. تمام? وطبعا دي يعني ده اصدار اقل شوية لان ده دي تعتبر عين التجربة زي ما زي ما انتم عارفين يعني. الاصدار طبعا اللي على الموقع اعلى. اللي هو الاصدار الرابع ده الاصدار التالت. تمام? اه الاصدار الرابع اعلى بكتير جدا من الاصدار التالت ده. دي بس مجرد عين التجربة احنا بنجرب بيها. عشان خاطر ما نبوصش منتج حرام احنا دفعين فلوسه يعني. تمام? فدي تعتبر عين التجربة. ماشي? اه طبعا السماعة لينك الشراء زي ما قلنا تحت الفيديو. لينك شراء السماعة من على موقعنا. تحت الفيديو. وطبعا اوعى تتخدع من اي حد بيبيع السماعة دي. اه لان السماعة دي اتقلدت كتير. وظهر منها اه نسخ كتير اوي. وظهر منها نسخ كتير جدا جدا متقلدة. فعشان كده الشركة عملت علامات مائية على العلبة وعملت اه تمييز للسماعة بحيس ان هي هيها تبقى مميزة الاصلية عن الفيرست هاي كوبي. تمام? طبعا دي السماعة الاصلية. اه. عفوا. اه طبعا دي زي ما قلنا السماعة الاصلية بيجي معاها كل محتويات العلبة زي ما انتم اه شفتوا كده بالشكل ده. تمام? ولازم طبعا تتأكد ان هي السماعة الاصلية. تمام? وميزات السماعة ان هي بتقعد حوالي تلات ساعات شغالة. يعني متصلين مع بعض. ويمكن اربع ساعات كمان لو انت موطي الصوت شوية. اه طبعا السماعة بتتشحن في حوالي ساعتين ما يقرب من ساعتين الى ساعتين ونص. والكيس بتاع السماعة دي بتشحنها حوالي تلات مرات. تمام? اه اه او اربع مرات اسف. اربع مرات بتشحنها الكيس بتاع السماعة. تمام? اه كده دي كانت كل حاجة عن السماعة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ولينك الشرع تحت الفيديو. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. اشتركوا في القناة